السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد يوم شاء الله سوف نكون موجبة للغداء والألعشة سهلة وسريعة والماذاقة رائعة اللي هي شامبينيون بلاكن فراش و مقارون بزعتر روح ونشوفوا مع بعضنا المقادير و طريق التحذير نبدأ نمجد المقارون هو الأول هنا في قدر نصف مغرف كبيرة مارغارين و نصف مغرف كبيرة زيت نخلط المارغارين مع الزيت تقس ما يضوبه و نزيد عليهم حوالي مغرف نتعقه و زعتر بري نحن الزيتر هنا بعد ما خلت برك شوية زعتر مع المارغارين هنا المقارون انا كنت غليتوا نور مال كما نغلو المقارون في درتلو الماء و درتلو شوية زيت و درتلو الملح بعد ما غليتو و صفيتو هنا جيت رجعتو على الزعتر و الزبدة زيتلو شوية ملح برك و خلط قسم مدخل الزعتر و طفيت عليه هنا في مقالة واحد اخرى جبت ثاني حوالي نصف مغرف كبيرة مارغارين و كبان كنت شوفوا قل من نصف مغرف كبيرة و هنا انا عندي شامبينيون طازج انتوما اذا ما عندكم مش طازج تقدروا تديرو المصبر انا انا قطعتو بالشكل هذا وانتوما قطعتو بالشكل اللي حبيتوه و كينا حاجة شامبينيون هذا الطازج كل وقت اللي تكونوا تغسلو فيه لازم ثم ثم غير تغسلوه تصفوه كما على بان الشامبينيون الطازج بروحو فيه الماء و اذا كان خليتوه في الماء بزاف يزيدي شعب الماء و يزيديت لكم الماء كتكونوا تطيبو فيه و خليت شامبينيون طاب في المانتاعو انا بعد بارك ما ينشف لي المانتاعو شوية بارك ما ننشفوه شقاع كما راكم تشوفوه زيتلو سنان تعثوم الثوم الثوم حبيتوه دقاطوها حبيتو تسكر في جواه نخلط الثوم مع الشامبينيون ليح و نزيد عليه شوية ملح و شوية فلفل لكحال و شوية فلفل لكحال و شوية ملح بعد ما دخلت الثوم مليح في الشامبينيون و زيت جبت كرام علبة مع كرام فراش و النار راهي نقصة زيت هذي كل علبة عليها و انا نخلط من نحيش يديم المقلة باش ما تتحرق ليش حوالي زوج دقائق ولا و انا نخلط في الشامبينيون مع الكرام فراش و النار راهي نقصة كما قلت لكم قسمة غلالي شوية برك و نطفي عليها و تكون الوجبة جاهزة انا رفقتها مع المقارون بزعتر و ان شاء الله تجربوا انتوما ثانين و تعجبكم و هنا نكون في عشر دقائق قدرت وجبة خفيفة و وجبتنا راهي واجدة و هنا نكون وصلنا لنعاية الفيديو و هذه هي وصفتنا النهار اليوم اذا عجبتكم ما تنساوش تديروا اليجام و انتظروني في فيديو لاحق ما السلام اشتركوا في القناة جهة